صاحب جواهر الكلام جواهر الكلام من أهم الموسوعات الفقهية في وسطنا العلمي ولا بد للفقيه والمجتهد أن يعود إليها لأنها تشتمل على الآراء المهمة لفقهاء الطائفة وعلى الاستدلالات المتنوعة التي يحتاجها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية ومن دونها لا تبرأ ذمة الفقيه ما لم يكن محيطا بكل الاستدلالات وبكل الآراء في أي مسألة من المسائل في صفحة 547 هذا هو الجزء الثالث القطع الكبير من طبعة جواهر الكلام مؤسسة المرتضى العالمية دار المؤرخ العربي بيروت لبنان صفحة 547 بعد أن يذكر الأبيات من المنظومة المعروفة للسيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه سيد مهدي بحر العلوم صل إذا مسم محمد بدى عليه صل إذا مسم محمد بدى عليه والآلف صل لتحمد وأكمل الشهادتين بالتي قد أكمل الدين بها في الملة وأنها مثل الصلاة خارجة عن الخصوص بالعموم والجة وكلام السيد بحر العلوم يحتاج إلى شرح لكن المقام ليس مقاما لشرح كل كلمة خلاصة الكلام في كلام السيد بحر العلوم هو أيضا يشير إلى جزئية هذه الشهادة من جملة وفي جملة أجزاء الصلاة في جملة أجزاء الأذان والإقامة وإنها مثل الصلاة خارجة عن الخصوص بالعموم والجة فهي والجة في الصلاة فهي جزء منها فهي جزء من الأذان وجزء من الإقامة لذلك صاحب الجواهر ماذا يقول بل لو لا تسالم الأصحاب لو لا تسالم الأصحاب على عدم الجزئية لأمكن دعوة الجزئية بناء على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية والأمر سهل نفس المضمون الموجود في أبيات الدرة النجفية المنظومة المعروفة للسيد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه بل لو لا تسالم الأصحاب الأصحاب يعني الفقهاء لأمكن دعوة الجزئية هو يستقرب دعوة الجزئية يستقرب القول بأن الشهادة الثالثة جزء من أجزاء الأذان والإقامة هذا ما جاء في جواهر الكلام لشيخنا محمد حسن النجفي رضوان الله تعالى عليه اشتركوا في القناة